لصالح مشروع تجديد أسطول عربات الخط الحديدي وعبر تقنية التواصل عن بعد تم توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار تنصر اتفاقية على تقديم البنك قرضاً لوزارة النقل التونسية بقيمة 45 مليون يورو ولتوفير شروط سلامة أكثر تطوراً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الخط الحديدي للضاحية الشمالية ترجمة نانسي قنقر